النهاردة الموضوع بتاعنا هيبقى عن حاجة بتهم سيدات كتير جدا وهو الإخصاب المساعد اللي بنسمعه كتير جدا والسيدات كتير جدا بيسمعوه اللي هو لما بيتأخر الحمل لفترات طويلة وما بتنفعش الطرق التقليدية لعلاج تأخر الحمل أو العقم اللي بنقول عليه سواء أولي أو سانوي بنلجأ للإخصاب المساعد في الآخر خالص إيه هي الإخصاب المساعد إيه هي إمتى بدأنا نمارس موضوع الإخصاب المساعد اكتشف إزاي نسب النجاح فيه هل فيه طرق علشان خطر نزود نسب النجاح أسباب الفشل اللي بيحصل في بعض المحاولات العمر اللي احنا مفروض نلجأ فيه للإخصاب المساعد إمتى حاجات دي هو هيكون موضوع النهاردة إن شاء الله أولا يعني إيه إخصاب مساعد طبعا إحنا بنقول علشان خطر يحصل حمل بصفة طبيعية لابد إن الزوج والزوجة يحصل علاقة زوجية بينهم طبيعية العلاقة الزوجية دي بيحصل منها للحيانات المنوية بتخش داخل المهبل بتسير لحد ما تصل إلى قناة فلوب يكون في اليوم التبويض بتاع الزوجة البوايدة بتخرج بتلتقي بالحيان المنوية في قناة فلوب فبالتالي بيحصل الإخصاب الإخصاب دوات بيتكون الجنين الجنين دوات عبارة عن خلايا الخلايا دي بتنتقل في الجنين اللي هو المكتامل دوات بيمشي في قناة فلوب مرة أخرى لحد ما ينزلع في بطانة الرحمة عشان خاطر يحصل حمل بنقول إن دي في الطريقة الطبيعية طيب سؤال مهم جدا هنا هو هل أي علاقة زوجية بتحصل بيحصل منها حمل ده سؤال طبعا لازم الناس تبقى تبقى فهمة إن مش كل علاقة زوجية بيحصل منها حمل حتى لو الزوج طبيعي والزوجة طبيعية طيب نسبة الحمل كل شهر قدي لإن فيه كتير جدا من أول شهر أو تاني شهر تلاقيهم جايين لطبيب أمراض النساء يقولولوا إحنا بقالنا شهرين متجوزين ومحصلش حمل بقالنا ثلاث شهر متجوزين ومحصلش حمل لأ هو إحنا لازم نبقى عارفين إن 15% بس 15-20% بس كل شهر بيحصل حمل لو كانوا الزوجين طبيعيين أصلا يعني نسبة حدوث الحمل في كل شهر لا تتعدى الـ 15-20% فبالتالي إحنا دايما بننصحش الزوجين إن هما يزوروا الطبيب علشان تأخر الحمل غير بعد مرور سنة من علاقة زوجية طبيعية ويكون الزوج ما بيسافرش فيها لأنه ممكن طبعا في بعض الأحيان أزواج ما بيكونوش قاعدين مع بعض غير مثلا بيلتقوا مرة أو مرتين في الشهر وما بتكونش في وقت التبويد فبيجوا يقولوا دايما ما بيحصلش حمل وبيعودوا سنة أو سنتين على الموضوع دا فبالتالي دولت ما يندرجوش تحت التعريف بتاعت أخر الحمل سواء أولي أو سانوي لازم يكون فيه علاقة زوجية بتتم في أوقات التبويد اللي هي غالبا لو كانت الدورة منتظمة من اليوم الاثناشر للتمنتاشر عشان نقدر نقول إن فيه تأخر حمله يكون موضوع دا قاعد سنة بحالة ولو إن طبعا إحنا ساعات ما يعني بالذات الناس اللي هما بيأخروا في الزواج واحدة مثلا متزوجة في فوق الخمسة وتلاتين مثلا هي عارفة إن عندها مشاكل قبل كده ممكن تزور الطبيب في فترة أقرب شوية عشان قطر لو فيه حاجة معينة ممكن الطبيب يتدركها وممكن يعالجها بدري شوية طيب الخطوة الأولى علشان خطر نقدر نكتشف عدم حدوث الحمل السبب وإيه إن الزوجة والزوج بيزوروا الطبيب ولازم الاثنين يكونوا مع بعض لإن في 40% المشاكل بتاعتأخر الحمل بتكون عند الزوجة 40% المشاكل بتكون عند الزوج و20% تأخر في الحمل غير مفصر السبب فإحنا علشان كده دايما بنقول إن لازم الاثنين يكونوا موجودين لما يفعش مثلا بنشوف ساعات زوجات كتيرة جدا بيجوا وهم بيبحثوا عن عن إنجاب والزوج مثلا رافض إنه يعمل تحديد سائل منوي لو إنها حاجة بسيطة جدا إنه إحنا ممكن نكتشفها بيها إنه ممكن تكون مشكلة عند الزوج وبنعالجها طبعا وليها طرق علاج كثيرة يعني فإحنا دايما بنقول إيه لازم الزوجين يكونوا موجودين ساعة أول فحص بالذات إحنا نعرف إن الزوج هو المشكلة عنده أو مش عنده دي طريقتها سهلة جدا إن إحنا بنخلي الزوج بيجيب عينة عينة السائل منوي فيه شروط مهمة جدا عشان خاطر الزوج يقدر يجيب بيها عينة السائل منوي إن إحنا بنقوله لازم يحصل من ثلاث لخمس أيام ما يكونش حصل علاقة زوجية ما يستخدمش طبعا أي حاجات كيميائية ما هو بيجيب العينة بيجيب لنا العينة بنقدر نفحصها فيه كريتيريا معينة عشان تقول لنا إذا كانت العينة ديها السليمة ولا بنبص على عدد الحيوانات المنوية بنبص على الحركة بتاعت الحيوانات المنوية في أول ساعة أو تاني ساعة ونشوف الحيوية بتاعتهم نشوف إذا كان فيه أي عيوب خلقية أو تشوهات موجودة في الحيوانات المنوية كتير جدا من الناس ما بيكون عندهم تشوهات موجودة في الحيوانات المنوية ودي بتأخر حدوث الحمل مشوف اذا كان فيه اتهاب في السائل المنوي ولا لا الحاجات دي كلها بيقدر يطلع عليها وطبعا لها كريتيريا والWHO حتى منظمة الصحة العالمية منزلة كريتيريا بنقدر نطبق بيها اذا كان الحيوانات المنوية دي جيدة ولا مش جيدة واذا كانت محتاجة علاج او مش محتاجة علاج الخطوة دي اتبسيطة جدا والزوج بيجيب العينة وطبعا لو احنا لقينا ان فيه ضعف في الحيوانات المنوية او فيه مشكلة عند الزوج لازم يتحول الى طبيب الزكورة لان هو دوت هيبقى غالبا العلاج هيكون عن طريق طبيب الزكورة طيب فبعض الاحيان ما بيكونش فيه حيوانات منوية خالص يعني كتير قوي بنلاقي ان الزوج ما عندوش ولا حيوان منوية حاجة بنقول عليها ازو سبيرميا ودي مشكلة بتواجه عدد لا بأس بيه من الناس اللي هما بيعانوا من العقم انه هو مفيش حيوانات منوية السبب حاجة من اتنين يئما المصدر نفسه الخصي نفسها ما بتكونش الحيوانات المنوية يئما فيه انسداد في الحابل المنوي اللي هو بيوصل الحيوانات المنوية للخارج فدا طبعا ممكن نحن نكتشف عن طريق نحن بنعمل تحليل هربونات للزوج بناقدر نعرف بيها اذا كان فيه مشكلة في الحاب انسداد في الحابل المنوي مثلا او ان كانت ارتفاعه في الهورمونات الافاساتش ممكن يكون ضعف في انتاج الحيوانات المنوية نفسها وفي الحالات اللي زي كده يا إما بياخد الزوج علاجات علشان قطر أن نحسن إنتاج الحيوانات المنوية لأنه ممكن تكون الهرمونات واطية جداً فبالتالي بيستفيد جداً من العلاج دوات وطبعاً ده بيتمع عن طريق طبيب الزكورة لو في الآخر خالص ما نجحناش بنعمل عينة من الخصية نقدر نتأكد فيها إذا كان فيه الاسفرماتوجينيسيز ماشية كويسة وإذا كان فيه حيوانات منوية ولا لأ ويستحسن إحنا لما نيجي نعمل العينة من الخصية نعملها في مركز لأطفال الأنبيب أو الحاق المجاري عشان نقدر نشوف إذا كان فيه مشكلة ولا